فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق اللهم فرج كربنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا ووحد على الحق كلمتنا وألف بين قلوبنا واسر عوراتنا وآمن روعاتنا واهد شبابنا واسر نساءنا واحق دماءنا واجبر خواطرنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل لكم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم